بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين قال الحافظ المنظري رحمه الله الترغيب في المحافظة على الصبح والعصر عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه وعن عمارة بن ويبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلدى النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر رواه مسلم وعن أبي مالك الأشدعي رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله وحسابه على الله رواه التبرني في الكبير والأوصر وهذه جملة من الأحاديث يذكرها الحافظ المدري رحمه الله في الترغيب والترهيب في باب الترغيب في المحافظة على صلاة الصبح والعصر صلاتان عظيمتان من حافظ عليهما فهو أولى بالمحافظة على باقي الصلاوات فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم عليهم على صلاة الصبح وعلى صلاة العصر في وقت الصبح يكون الإنسان في بيته ولعله في الشتاء ولعله تحت الوطاء وفي غاية البرودة ولا يريد أن يخرج من فراشه ثم يؤذن المؤذن لصلاة الصبح يقوم ويتوضع والماء بارد فمشقة على الإنسان وهذا دليل على قوة الإيمان وكم من إنسان ينام ولا يصلي الصبح ولا ظهر ولا غيرها كم من إنسان يقول لما أم النوم أم مرجع بالشغل أبقى أصلي لكن المؤمن يحافظ على ذلك يؤمن النوم الصلاة فرض الله سبحانه وتبارك وتعالى مقدم على أي شيء قبل ما يقول حضر نفسه المدرسة إذا كان طالب رايح المدرسة أو رايح الجامعة الصلاة ويضبط منبهه على إنه يقوم بالليل بدري شوي عشان يلحق صلاة الصبح ما يجيش على آخر وقت يقول لا تويس المدرسة تويس الشركة العربية هتعدي مني الزحمة وزي ما الأعزار الكثيرة اللي تجد الإنسان أم من نوم جري على الشغل فين الصلاة؟ الصلاة العبادة التي تتقرر بها إلى الله سبحانه إياك أن تقصر في حقها صلاة الصبح آخر وقتها وقت الشروق وقت الشروق يعني إنه عرضا صليين الصبح على الساعة خمسة وتلت مثلا والشروق على ستة لعشر يبقى هنا ما بين هذين من هنا اللي هنا وقت بسيط أو وقت صلاة الصبح فيش حاجة اسمها صلاة الصبح صليها في الضحة ما ينفعش لو تعمت فقد ضيعت الوقت انتهت الصلاة خلاص يبقى تصلي الآن قضاء الله أعلم يقبلها أو لا يقبلها منك هذه الصلاة ليست في وقتها الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا فرضا موقوتا محدود الطرفين ليه أول وله آخر لكن إذا كان بعذر من الأعذار الشرعية إنسان نام مهما أمشي بالنوم له عذر طالما أنه أخذ في الأسباب إنسان سرح ناسية معذور إذا كان إن الله تجاوز لي عن أمتي القطع والنيسيان وما استكريه عليه أما إنسان متعمد إن صلاة الصبح ومؤذر بيأذلها مش أعلم أصلي أما وقت الضحى بأصليها خليها مع الظهر ما تنفعش وليست هذه الصلاة التي فرضها الله وكتبها عليه كتاب مكتوب مفروض لها وقت فلا تضيعها عن وقتها من حفظ عليها فهو المؤمن الذي يستحق من الله أن يكون معه معية الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي يستحق أن يدافع الله عنه إن الله يدافع عن الذين أمنوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم معسلون هذه صلاة أصل به صلاة العصر غالبا ما يكون للنسبة رجعة من أعمالها تعبت فيها فرادع من عمله فيؤمي نام ويضيع العصر والمغرب أو إنه ما ما يصليش مع تعب يكسل عن زادك يهتم لأمر آخر لكن أمر الصلاة يتشاغل عنه لكن المؤمن لا لا يضيع لا هذه الصلاة ولا هذه الصلاة وخاصة لما عدم أن في هذين الوقتين بالذات يبقى ملائكة الليل والنهار في وقت الفجر ملائكة الليل والنهار في وقت العشر يتعاقبون فيكم في هتين الصلاتين يبقى يكثر الشهود والإنسان الذي يفعل الشيء الذي يخاف من الله عز وجل فيه يوم حيكتر عن نفس الشهود يومها لا مش ملائكة الصبح بس ملائكة صبح والعصر أعلن لك في صلاة الفجر يشهده جيد في الصلاة لم يجدش في الصلاة ويصعدون إلى الله ويقولوا فلان وفلان وفلان صل فلان وفلان ما صلوش هنا الشهود كثرة الشهود عليه يبقى تحرس على هتين الصلاتين لا تضيعهما صلاة الصبح وصلاة العصر فشوف في الحديث من صلى البردين البردين مسمى برد يعني لأنه الوقت يبقى فيه برودة شوية وقت الصبح وأيضا وقت العصر كن عدوة الهجير تعد ظهر وشدة الحرارة وبدأ يرطب شوية وسميت البرد هذه صلاة البرد وهذه صلاة البرد من صلى البردين دخل الجنة دخل الجنة هنا واحد من الله سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة مش صلى مرة وخلاص مش صلى كل أسبوع مرة لا صلى البردين حافظ على هذه الصلة يضيع الفدل ولا يضيع صلاة العصر طب معناه ضيع غيرها لا ما ضيعش غيرها بس اللي بيواظب على دول بالذات بيبقى له منزلة له منزلة ويبقى معروف إن هذا الإنسان إنه محافظ على هاتين الصلاتين صلاة الفدل وصلاة العصر اللي يظهر فيها قوة المسلمين في وقت الفدل إنه كادوا للشيطان وقاموا فلم يضيعوا مداش على العصر دهنا تعبان طول النهار ننبأ العصر يدخل عليه المغرب فيضيع عليه فهنا كأن الصلاة التي لا تجمع مع غيرها الصلاة الفدل لا تجمع مع الظهر صلاة العصر لا تجمع مع المغرب إذا يقولك حافظ على الاتنين دول أوعى فإن صلاة الظهر قد تجمع مع العصر لأنه مع العزر يدوز الجامع مع المطر مع شدة الواحل غيرها قد تجمع الظهر مع العصر تجمع المغرب مع العشاب مع السفر مع المطر مع الواحل في الأرض مع الظهر أبدا يبقى على ذلك الله يحافظ على أوقات الصلوات صلاة الصبح وصلاة العصر يبقى يستحق من الله هذا الوعد العظيم أنه يدخل الجنة لا ده كمان لن يلد النار مش داخل النار أحدهم صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروب أشفت بقى صلى قبل الطلوع وقبل مدى معش الصبح على الظهر مدى معش العصر على المغرب صلوات لا تجمع مع التي بعدها الفجر لا مع اللي قبلها العصر تجمع مع التي قبلها أحيانا لكن أنه جاء العصر فناء مفوتها أو تعمد لذلك وبعدين لما آم مصلاش لغة مدخل المغرب هنا لا ما دخلش في هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم طيب المعنى أن تواظب على الفجر وتواظب على العصر بس كده وتدخل الجنة لا لا مش بس كده وتدخل الجنة ده معناه دي علامة علامة اللي بيواظب على الفجر وبيواظب على العصر علامة على أنه مؤمن المؤمن علمته مش حيقصر في باقي الصلاوات مش حيقصر في الصوم مش حيقصر في الحد مش حيقصر في الزكاة مش حيقصر مش حيقصر يبقى هنا العلامة على عدم التغصير الفجر والعصر صلاة الفجر وصلاة العصر يبقى لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر وارضو في الحديث الآخر من صلى الصبح فهو في ذمة الله فهو في ذمة الله يعني إن هذا الإنسان لا وحد لما يقول فلندا في ذمتي فلندا في دواري فلندا أنا الحارس بتاعه هنا الله الكريم سبحانه وتبارك وتعالى يقول اللي صلى الفجر هذا في ذمتي حد أرب لبا من يجترع على الله سبحانه وتبارك وتعالى في رواية الحديث من حديث جندب من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء احذر احذر تؤذي حد يصلي الفجر حذر الناس يصلي الفجر لا تؤذيه طيب لو حصل ربنا حيطلبك مش حيسيبك فإنه من يطلبه من ذمته بشيء مش حيفلت يدرك الله عز وجل يدرك هيا قدر يفلت من الله طيب إذا أدركه أكبه في النار على وده حرفه في نار دهنم ولا يسعب بالله يبقى الإنسان يصلي الفجر له هذه الوعود إنه يدخل الجنة إنه ما يدخلش النار أن الله معه في الدنيا شيء عظيم جدا شوف حديث آخر عن أبي بصر الغفري رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص مكان مكان أو طريق اسم المخمص أو المخمص قال إن هذه الصلاة عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ هذه صلاة العصر يبقى لأبلنا كانوا بيصلوا برد وزي ما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم كذلك الصلاة وصلاة العصر بالذات كتبت على الذين من قبلهم عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوْهَا زي ما ضَيَّعُوا الصيام كذلك هذه الصلاة ضَيَّعُوا هذه الصلاة فمن حافظ عليها ماش من صلاها لا لا من حافظ عليها تلاقي دايما ما يجيش من صلى من صلى في القرآن دايما يقولك أقيم الصلاة أقيم الصلاة يبقى هنا إقامة الصلاة المحافظة على الصلاة بكل ضوابطها بكل شروطها بكل أركانها المحافظة عليه كذلك هنا يقول لنا صلى الله عليه وسلم فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين مالوش أجر واحد له أجره مرتين بالمحافظة على هذه الصلاة العظيم يقول في الحديث الآخر من صلى الصبح في جماعة هذا لرجال هذا المرأة صلي وحدها ولها الأجر لكن الرجل لابد من الجماعة من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله يبقى هنا إدانا قتان إنك طالما أنك قادر على صلاة الجماعة يلزمك أن تصلي الجماعة الغير القادر معزور المعزور بالمرض المعزور بالسفر المعزور إن البيت شاسع بعيد عن المسجد بكثير يحتاج إلى مواصلات إلى ما يصل إليه فليصلي في المكان الذي هو فيه جماعة قدر لاستطاعه فإنه يقول فمن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه في حديث آخر كل من صلى الصبح كان في دوار الله كان الله يجيره كان في دوار الله طيب أدي إيه في دوار الله كان في دوار الله وانت طالع من المسجد وانت جاي المسجد يقول لك يومه اليوم كله يبقى أنت ضمنت الدفاع عنك في اليوم بحاله بأنك تحرص على صلاة الصبح في جماعة ولا تضيع غيرها ولا تضيع غيرها آخر حديث في هذا الباب ما ذكرناه في أوله إن ملائكة الليل والنهار اللينا صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويدتمعون في صلاة الفدر وصلاة العصر ثم يعرضوا الذين باتوا فيكم الملائكة إلا عادين معكم الليل كل على وقت العصر على وقت الصبح يعرضون إلى السماء فيسألهم الله سبحانه يسألهم ربهم وهو أعلم وهو أعلم وليس محتاج له حاش له سبحانه ولكن إشهاد على الخلق إشهاد إشهادوا عليك يوم القيام يسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي مباهى بالعباد يباهي بالعباد فقلون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون يعني بيصلوا جنالهم العصر كانوا بيصلوا عدنا معهم للفجر وكانوا مصليين طلعنا بعد الفجر الملائكة الثانية معهم نزلوا الفجر شهدوهم لغاية ما يقعد معهم للعصر وهكذا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فاحرصوا على أن يشهدوا لكم لا أن يشهدوا عليكم نسأل الله عز وجل أن يعيننا دميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته أقول قولي هذا واستغفر الله رظيم وصلي الله وصليم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر